السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي حنتكلم عن مواجهة المريخ للأهل الليبي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المريخ بينزل ضيفا ثقيلا على أهل ترابلوس في ليبيا المريخ في مباراة الذهاب تفوق بـ 2 مقابل لا شيء مؤكد إنها نتيجة في غاية الأهمية في الحلقة دي حنتكلم عن كثير من التفاصيل أبرزة نتيجة مباراة الذهاب مستوى المريخ في مباراة الذهاب نتكلم كمان عن الاستفزازات اللي كانت في ليبيا لبعثة نادي المريخ كيف تستفيد منها الضغط الجماهير اللي حيكون في المواجهة وكمان التحفيز الكثير جدا بالنسبة لجمهور أهل ترابلوس كمان نتكلم عن التشكيل المتوقع ونتكلم عن توقعاتنا إلى من سيتاهل من هذه المواجهة الصعبة جدا 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 بين الفريقين الشقيقين أول حاجة سأبدأ معكم بنتيجة الذهاب اللي يمكن المريخ تفوق فيها باثنين مقابل لا شيء ونتيجة زي دي مؤكدة انه بتخليك تمشي انت مطمئن ومطمئن كمان أكتر بعيدا عن احترامك للخصم بعيدا عن احترامك للفريق الليبي بعيدا عن حتى معرفتك لإمكانياته فانت لما تكون فايز في أرضك اثنين مقابل لا شيء فالخصم محتاج انه يفوز بتلاتة مقابل لا شيء ومؤكد انه دي ممكن تكون نتيجة شوية صعبة للمريخ المريخ من الصعب انه يكون في أرضه يتفوق باثنين يمشي خارج أرضه يخسر تلاتة بشكل طبيعي تلاتة من غير أي عوامل تانية فعشان كده دي واحدة بالحاجات اللي بتخليك تتمشي مطمئن أكتر بحكمه الامكانيات الموجودة وخبرة اللاعبين وحتى البعد التاريخي بالنسبة للمريخ والأهم من ده كمان خبرة اللاعبين ديه على المستوى الافريقي حتأهلوا انه يتعامل مع الجيم ده بشكل أفضل عشان كده النتيجة دايما كانت نتيجة ممتازة لدرجة بعيدة والأهم من ده انك كدت على أرضك ما اتقبلت أي هدف فبالتالي محمل بنتيجة كاد كويسة جدا 2 مقابل لا شيء نتيجة كاد كويسة جدا فانت كان في الامكان حتى نتيجة الذهاب تكون أكتر من كده لكن في النهاية نتيجة كاد كويسة إنك كدت ما شبهها لليبيا 2 مقابل لا شيء المستوى بتاع المريخ في تلك المواجهة ما اعتقدون منه ان حاسب المدرب غازي الغراري نقول له مفروض يكون المستوى أفضل من كده لأنه لما نتكلم عن فريق في مباريات خروج المغروب على مستوى تمهيدي أو حتى على مستوى دوري 32 لسه المجموعات ما جات ودي المباريات الممكن تكون أولى بالنسبة للمدرب ما لعب مباريات دوري عنده غيابات كثيرة من الصعب أنا أسأله إنه ليه ما يكون في مستوى عالمي أنا عايز تيكتاكا أنا عايز مستوى متميز أنا عايز إقناع وإبداع وإمتاع وفي نفس الوقت أنا عايز النتيجة لا ده توقيت أنا أسأل فيه من النتيجة والمدرب عمل نتيجة كانت في غاية الأهمية بالنسبة للمريخ من خلاله حيقدر إنه يمشي مباراة الإياب وهو مطمن أكتر ويخش كمان حتى باستراتيجية تكون مختلفة تماما تخيل معاني المريخ تعادل على ملعبه أو حتى تفوق باثنين مقابل واحد حيمشي مباراة الإياب وهو طول فترة المباراة خايف إنه تسجل عليه هدف وحيد عشان كده قيمت النتيجة اللي كانت على أرضك في إنك ما اتقبلت أي هدف وكانت اثنين مقابل لا شي فعشان كده المدر في التوقيت الحالي يستحق الدعم واستاهل الدعم وده التوقيت بتاع الدعم في إنك كده الفريق خلاص على بعد خطوة واحدة بس إنه يكون في دور المجموعات ومن الصعب إن الناس برضو زي ما اتقلمت قبل كده إنه مشجع المريخ إنه يعني يتقبل فكرة الفريق يطلع من الأدوار الأولى من البطولة الإفريقية أي كان على أي فريق من إفريقيا فبالتالي الأداء ما كانه المحسوب فالنتيجة كانت هي الأفضل عشان كده دائما في الأدوار الزيدي أنت بتحسب حسابات إنه يكون تكون النتيجة دائما هي الأهم لأنها هي اللي بتعينك تمشي لي قدام عشان يكون في فترة تحضيرية فترة بتاعت معايشة مع اللاعبين الأهم من ذلك كمان تقدر تحاول تشتغل فيه بشكل أفضل بعد ذلك تصهر بإمكانياتك في مباراة الذهاب والعيابة الخاصة بدور المجموعات ستة مباريات اللي احتاج في الجمهور إنه تستعرض في أمكارياتك تستعرض في عضلاتك وتلعب خارج وداخل الأرض وتحاول تحصد أكبر عدد من النقاط لكن التوقيت الحالي مؤكد أنت بتتكلم بس عن النتيجة الفريق الليبي لما اللعب في مباراة الذهاب في ملعب شيكان في مدينة الأبيض بنتكلم عن فريق مؤكد إنه ممكن يكون عنده الكثير يقدمه في مباراة الإيام وبعيدا عن فكرة إنه الحكم ذبح الفريق الليبي أو ظلم الفريق الليبي دي كلها تفاصيل خاصة بالتحكيم الأخطاء التحكيمية واردة وبتتعامل بشكل يومي في كل العالم بيكون في أخطاء تحكيمية بعيدا عن حتى اعترافنا إنه في أخطاء تحكيمية ولا حتى ما في لكن استناد على إنه يكون في أخطاء تحكيمية ومنها يتم الحديث بالطريقة والترويج لأنه الحكم ظلم الفريق الليبي مؤكد إنه وضعياته مختلفة أشكد لما نتكلم عن مستوى الفريق الليبي في مباراة الذهاب هنا في السودان حتى ولو كان عنده تساوي على مستوى الآداء بالشكل عام استحواز ما كان فيه مثلا ما كان مدي ما كان استحواز فيه فعالية كفريق إنت في النهاية كمشجع للمريخ إنت في النهاية كسوداني تحترم الفريق والأهم من ذلك كمان إنه الآداء في إمكانه ييجي منه الكثير ممكن المريخ هنا فاز اللي هو الدعم الجماهيري اللي كان موجود قدر يستفاد من فرصه خبرة العيد تستفاده من الفرص بشكل أفضل إنما في مباراة الإياب في إمكانه الفريق ده برضو يستفيد من نفس الفرص اللي تلقيت هنا في السودان وما يعين للآداء اللي هو عمله معاك هنا في السودان الاستراتيجية اللي كانت موجودة هنا استراتيجية بتاعة إقناع استراتيجية بتاعة واقعية في إنه أنا أحاول أقنع الفريق في السودان لنبلعب أفضل منك لكن المريخ يعني الشيء المؤسد بالنسبة ليهم إنه المريخ كان واقع جدا جدا مع نفسه وإنه قال أكنا بالنسبة لي الأهم حاليا هو التسجيل الأهداف وقدر خلص المباراة بهدفين عشان كده الفريق الليبي في مباراة الإياب برضو استراتيجية تحتكون مختلفة تماما ودي حاجة هنتكلم عنها بعد شوية حابة برضو أتكلم عن الاستفزازات الحاصلة حاليا اللي هو طبعة التذاكر في اسم الهلال وكمان حتى إنه يكون فيه دعم وضغط وكمان حتى فيه إشارة واضحة لأنه الحكم ظلم الفريق الليبي وتفاصيل كثيرة جدا جدا وحتى فيه وصل لدرجة إنه فيه محللين بيطلعوا يتكلموا فيه قناة فضائية بيتكلموا عن إنه مفروض نحن نرشي الحكم ويحاول إنه يكون فيه شغل إداري مع الحكم اللي حيجي يدير هذه المواجهة الحاجة الكويسة إنه المباراة دي عليها اهتمام كبير جدا جدا أعتقد إنه سميك إنه على اهتمام حتى من بين سبورتس وفيه اهتمام حتى يفريقي واهتمام محلي واهتمام حتى من إحنا السودانيين إنه كيف حنشوف فريقنا وكيف حنعالي للمباراة ومؤكد إنه حنحاول ناخد كل نقطة موجودة في هذه المباراة إنه حصل تجاوز وكان من تحكيم أو حتى من أي حاجة تانية عشان كده من حقك تعبي جمهورك بالطريقة اللي انت شايفها مناسبة لكن من الصعب تتكلم على الملأ في الإعلام تقول لأنها لازم نرشي الحكم أو حتى يكون فيه عمل إداري تحت الطرابيزة عشان الحكم يأهل الفريق الليبي أو حتى يسهل له المهمة في إنه يعني ثلاثة مقابل لا شيء هم حاسين المريخ مع دفاعه كويس ووسطه كويس وخبرة لعبته الموجودين وحتى هجومه الممكن يسجل في أي وقت هم حاسين نفسهم ممكن يسجل له ثلاثة هداف لكن تكون عليك هدفين أو حتى المريخ ممكن يسجل أربعة فهم محتاجين حتى المحليين اللي بتكلموا في إنه لا إحنا مفروض يكون في شغل تاني في إنه نخلي الحكم يحاول يساعد الفريق وده كلا ممكن يكون على مستوى الإعلام بس يعني أنا ممكن مستبعد فكرة إنه يكون إداري الأهل الليبي إنه يتعاملوا بالطريقة دي وهم بلعبوا في بطولة كبيرة جدا جدا ومؤكد إنهم فريق يحترم فريق حيحاول يفتش عن حظوظه ويلتهت في القيم عشان يقدر يكسب ولو كسب بالطريقة المشروع مؤكد نعني حتى كسودانيين بالعلاقة نحن كأشقاء مؤكد حنقول أول ناس مبروك لهذه النتيجة وهذا الاستحقا لكن أي تفاصيل تاني مؤكد إنه ما في زول بيرضاها الاستفزازات الموجودة على مستوى إنك تطبع تذاكر بإسم الهلال أو حتى بإسم أي فريق تاني مستبعد فكرة إنه أو حتى تحاول بتستضعف أو حتى بتستكتر على المريخ إنه يكون موجود معاك أو حتى أي تفاصيل جانبية تقدم لعبة المريخ وإدارة المريخ وحتى جمهور المريخ عارفين إنه بلعبوا في أفريقيا مؤكد من زمن بعيد تاريخ كبير جدا بالنسبة المريخ في اللعبة الإفريقية وعارفين الاستفزازات وعارفين حتى في إفريقيا في أدغال إفريقيا لما انتلعب بيودوك الملعب الفاطين وبتلعب في التوقيت بيكون صعب جدا جدا الشمس مرات بتكون الظهر إنت بتلعب ففي الكثير من الاستفزازات أنا أعتقد إنه ما حتاكل مع نجوم المريخ ما حتاكل مع مدرب المريخ خصوصا حتى المدرب كويس المدرب تونسي المدير الرياضي تونسي وجزء من الجهاز الفني برضو من شمال إفريقيا فبالتالي حيكون عندهم العمل الأفضل في إنهم كيف يتعاملوا مع الاستفزازات دي بالمستوى دا فدي حاجة أعتقد إنها حتاكل في المتناول بالنسبة النجوم المريخ وكمان حتى بالنسبة للوجيس الإدارة أو حتى أعتقد إنه اللي هو التعامل مع الإدارة الفنية بالنسبة لهذه الأمور مع النجوم وكيف حتى يقدروا يبعدون بشكل تام حتى يتعاملوا في إنه لا حاجات إحنا مرض علينا في إفريقيا بشكل كبير وياما يعني لعبنا مباريات كان فيها استفزازات أكتر من كده بكتير عشان كده من المهم جدا إنك كيف تقدر تستفيد من الاستفزازات ومن الضغط المفروض يكون موجود والضغط الجماهير المفروض يكون موجود في مباراة في ملعب اللي هو شهداء بنينة أعتقد إنه يعني بشكل كبير تمكن تستفيد منه يعني بشكل واضح تمكن تستفيد منه تستفيد منه لما صحتك في إنك تحاول تخلص الجيم من البداية تسجل هدف حيربك ممكن حسابات الفريق الليبي بشكل تام فبالتالي حيحتاجه إنه يسجل أكبر عدد من الأهداف فعشان كده الوضعية مختلفة تماما وسلاح ذو حدين كيف حيقدر يستفيد منه لعبة المريخ عشان كده نواثق تماما في إنه لعبة المريخ حيكونوا أكثر هدوءا زي ما شفناهم حتى والمباراة ما كان في ضوط جماهيري كبير جدا جدا وقدروا يتفوقوا في جيبوتي حيقدروا من المباراة دي يطلعوا بالتأهل ما ضروري أن تتفوق بنتيجة كبيرة لكن تطلع أنت متأهل من هذه المباراة لدور المجموعات لأنه يسم المريخ مؤكد كبير ونجومه خبرته المتراكمة أعتقد إنها كبيرة كيف تقدر تحاول تحول الضغط الجماهيري في الميدان لصالحك الاستفزازات الخارج الميدان كيف تكون إنت مترتب هذه أكتر عارف إنه بيحصل ضاء أنتم ممكن تحسمه بهدف واحد بس من خطأ ممكن يكون من دفاعاته اللي أعتقد إنه أسوأ الخطوط الموجودة في فريق الأهل الليبي هو خط الدفاع عشان كده كيف تحول كل الحاجات اللي هم بيعملوا فيها من استفزازات ومن غيره ومن غيره وحتى لو في دعم جماهيري مشروع بالنسبة لأهل ترابلوس الليبي أنتم ممكن تستفيد منه بشكل كبير فينه تحوله لصالحك فينه تخلص الجيم من أول ربع ساعة بخطأ ممكن يكون واحد أو حتى بهجمة مترتبة من عندك أو حتى في اندفاع الفريق الليبي نحوك أنت فيمكانك تستفيد من أي مرتدة تخلص بالجيم زي ما شفنا هنا في ملعب شيكان عشان كده ضغط الجمهور ضغط الجماهير أنت فيمكانك تستفيد منه بشكل كبير وما جديد على المريخ ينلعب في ملعب أنه يكون فيها ضغط جماهيري كبير وحيستفيد منه مؤكد بشكل كبير في هذه المباراة التشكيل المتوقع بالنسبة للمريخ مؤكد أنه في غيابات محمد الرشيد صلاح نمر اللي تندل ما حيكونوا موجودين عندنا السمان الصاوي كمان ما حيكون موجود فبالتالي في المواجهة الفاتت مؤكد أن كنت يعني ظهرت صح صلاح نمر ما موجود في عدد من اللاعبين ما موجودين زي السمان الصاوي لكن هتفقد اللاعب محمد الرشيد مجددا واحدة من أبرز الحاجات المفروضة المريخ يعني يحاول يستفيد منها في المباراة أو حتى المواجهة القادمة المهمة جدا في أنه كيف بيقدر يعني من خلال اللعيب الموجودين المتاحين حاليا في الكشف أنه يقدر يوظف اللاعب المناسب للتشكيل أو حتى اللعب المناسب للمباراة المناسبة أو حتى الموقع المناسب لأنه المباراة جماعة كبيرة لدرجة بعيدة ومباراة ممكن نقول علينا مباراة صعبة فبالتالي محتاج اللاعبين أكثر سباتا عشان كده على مستوى خطة فعلا واتكلمنا عن التشكيل أعتقد أنه حيكون نفس التشكيل كان موجود هنا في السودان ممكن تضيف اللاعب حمزة داود أو حتى حيكون من ضمن الخيارات المتاحة بالنسبة للفريق لكن رامي كرتكيلة وحمزة رامي كرتكيلة وأيضا اللي هو مصطفى كرشوم وعندنا كمان بخيط خميس وحتى اللاعب مازل محمدين فبالتالي في خطة دي فعلا ما نتكلم عن مصطفى كرشوم مؤكد نحن نتكلم عن لاعب مميز جدا أفضل مدافع سوداني الأفضل مؤكد حتى ممكن في المباريات اللي تلعبت على مصطوى البطول الإفريقية من أبرز اللاعبين الموجودين يمكن يكون حتى أفضل لعب سوداني أنت ممكن تشوفه حاليا في التوقيت الحالي فبالتالي ما بكون في خوف كتير على مصطوى خطة الدفاع لكن مؤكد أنه براه ما بيلعب فبالتالي محتاج تركيز أكتر من البخيط خميس محتاج تركيز أكتر في الجانب الأيمن رامي كرتكيلة أو حتى حمزة داود في أنه التشكيل حيكون كيف بالتلاتة عشان يضم رمضان عجب أو حتى رامي كرتكيلة في أنه يكون بخيط خميس وأيضا مصطفى كرشوم وحمزة داود كثلاثي يكون جنبهم رامي كرتكيلة أو حتى رمضان عجب مازم محمدين في الجانب الثاني واللي حتلعب بنفس التشكيل اللاعب توبه في المبارة اللولة في أنه يكون فيه تحول على مصطوى أنه يكون فيه ثلاثة ثابتين رامي كرتكيلة مصطفى كرشوم وكمان حتى بخيط خميس وتستفيد من رمضان عجب ومازم محمدين في أنه متحرك ولي قدام ودي أعتقد أنه ممكن تكون كستراتيجية مهمة جدا بالنسبة للفريق في أنك إنت ماش بنتجة 2-0 محتاج تتقوقع وتوعد في مناطقك ولو محتاج تتمشي تلعب بتوازن وتمشي لقدام وتحاول تهاجم بالنسبة لي مؤكد أنه حتى المدرب حيحاول إلعب بتوازن حتى ولو الفريق اللي يبي عنده وحيكون ضغط وده متوقع في أنه حيضغطك بشكل كبير فإنت محتاج تلعب أنه يكون في تعمل المرتدة زي ما بقول الكتاب عشان تضعيف بها الأهل الليبي وحتى لما تعمل لك في أول ربع ساعة مرتدة أو حتى اثنين مع الثبات المفروض يكون موجود على مستوى خطة دفاع فإنت حتدي الأهل الليبي فكرة أنه لا الفريق ده حيكون موجود وعنده استراتيجية مهمة جدا في أنه يلعب على مستوى المرتدات عشان كده دايما استراتيجية إنك إنت بتلعب خارج الأرض محمد بهدفين ما بتستند على الهدفين استيلاد نهاي صح جيبين قولوا الهدفين هي بتطمنك أكتر بتلعبك بشكل طيب بتعمل وبتعمل لكن ما بتمشي الجيم عشان تستند على الهدفين وتقول لا أنا أصلا كسبان الفريق لسه محتاج يسجل للتلاتة الضغط الجماهير الموجود الاستبزازات الموجودة وتفاصيل تانية إدارية ممكن تحصل وترك عدم تركيز أو أخطاء دفاعية إنت في إمكانك لو تسجل عليك هدف مع الضغط الجماهير بتأكد تماما الهدفين بيتسجلوا في أسر عزمة وإن أنت بتلعب 90 دقيقة عشان كده استراتيجيتك بتبنيها مؤكد نتيجتك بتاخدها بتاخدها معاك كنقطة مهمة لكن لا أنا بأخدها برضو على الفريق الليبي كيف حيلعب مندفع كيف حيلعب بإنه هل حيلعب بتوازن ولا حيلعب مندفع فبالتالي يكون عندي بلان A وبلان B في لنا كيف استفيد في أنه تكون من الهجمة المرتدة أفضل حاجة بالنسبة لي أفضل سلاحة أننا استفيد منه عشان كده على مستوى خطة الوسط حيكون في مهمة مهمة جدا 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 وحتى تكون صعبة بالنسبة للعيبة زي خوسي بومان وحتى عندنا محمد هاشم التكت ويمكن يعود على مستوى خطة الوسط ممكن نشوف ضياد ديم حجوب ممكن نشوف اللاعب اللي هو عمار طيفور اللي ممكن أسهم وبيقات كبيرة جدا في المشاركة في المباراة ومعتقد أنه ستكون من أهم مبارياته أصعبة وممكن مباراة اللي هي تديك عمار طيفور الحقيقي اللي أنت محتاج له على مستوى المباريات الكبيرة جدا جدا اللاعب متأسس بشكل طيب ولاعب كمان عامل ممكن عامل عامل إيسيم كويس جدا لكن اللي ما شفنا الثبات على مستوى المباريات الكبيرة اللي بقدر يقدم فهى نفسه بشكل طيب جدا عشان كده المريخ مهم جدا أنت كيف تقدر تبني سراتيجيتك على مش مستنادر على نتيجتك زي ما تكلمت على أنه الفريق حيعمل معاك شنو حيضغطك في أنه ضغط من غير يعني حتى رحمة أنت بتستفيد بشكل مبسط جدا فينك تجيد وتجود الهجمات المرتدة وحتقدر تضرب الفريق الليبي بكل بساطة لأنه زي ما قلت لك أسوأ حاجة خاصة فيه أو في خطوطه الدفاع أو حتى قلبي دفاع الفريق الليبي عشان كده التشكيل حنكمله في أنه خط الوسط زي ما قلنا خوسي وكمان بخيت خوسي عفوا واللعب محمد هاشي متكت وعندنا كمان حتى عمار طيفور وممكن جدا يكون ضيادين محجوب زي ما شفنا في المباراة الفاتت بعد ذاك رمضان عجب وعندنا في اتنين في المقدمة حيكونوا اللي هو إيريك كامبالي وكمان حتى أجزوله النوحة اللي اتنين اللي اعتقدون خبرةه الكبيرة جدا جدا لواحد من لعبة خط الوسط زي محمد هاشي متكت في أنه كيف يقدر يزيد مع خط الهجوم لأنه حيكون عنصر بتاع مباغته مهم جدا بالنسبة للمريخ في المواجهة القادمة لأنه لما في مباراة الذهاب اتنين مهاجمين يسجل الهدفين من ما في يرجع الفريق في القيم يخط الفريق في أنه خلاص المفضل أنه يتأهل الفريق ما ظهر بمستوى أفضل الفريق اللي بي كان واقع أكتر ظهر بمستوى أجيد فبالتالي أنا بالنسبة لي في مباراة الأيام مباشرة هحس بحساباتين وفي اتنين مهاجمين سيكونوا صعبين لدرجة بعيدة وحاول أعمل عليهم يعني بلوك لكن لما يكون واحد زي محمد هاشي متكت ودائما تفوقوا في أنه بيجي من الخلف فبالتالي دي حتكون واحدة من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للمريخ في هذه المواجهة عشان كده العناصر الثاني الغير إيريك كامبالي وكمان حتى الجزيل النوح حتحتاجها بشكل كبير في هذه المواجهة التي ستكون في غاية الهمية ستكون في غاية الصعوبة وحيكون مهم جدا أن المريخ يتفوق في هذه المواجهة وكمان حتى يصعب للدور القادم زي ما قلت لك ما مهم المريخ يتفوق في النتيجة المهم أنه يحاول بقدر الإمكان يستفيد من مباراتين يستفيد من حتى النتيجتين الذهب والإياف في أنه يتأهل من هذه المواجهة لدور المجموعات وده أعتقد أنه وضع تبيعي لكل مشجع مريخي أنه يشوف المريخ عشان كده واحدة من أهم الحاجات الناس تخدتها ما تخدت اعتبارات أنه لا في تحكيم يعني نفس الاعتبارات الغتاءة جمهور الليبي أو حتى الإدارة إدارة الفريق الليبي أو حتى الإعلام الليبي في أنه الفريق فريقنا يتذبح في السودان أو حتى يتلعب عليه أو حتى يتعامل عليه وشغل تحت تربيزة فبالتالي المريخ مؤكد أنك لأي سبب عملت نتيجة سلبية من هذه المواجهة مؤكد أنها ستكون ستكون في مساءلة مباشرة بالنسبة للجهاز الفني وكمان حتى لللاعبين فينا كنت لأدمات توقيت اللي بيطلع فيه المريخ ولا حتى لما تكون كذبان فارضك مقابل لا شيء يتمشوف مرة الإياب عشان تقسل ثلاثة مقابل لا شيء فبالتالي ستكون مرفوض تماما إن المريخ يطلع من المواجهة بالرقم من التحفيزات والتوقعات وحتى الاستنادات على مستوى النتيجة وخبرة اللاعبين والمدرب الكبير وكل شيء وحتى الاستفادة كمان من عبد الكريم النفطي كأنه لاعب كبير فيه وكيف يثبت اللاعبين من الاستفزادات الموجودة ويحاول يحول إلى صالح نجوم المريخ في مواجهة أعتقد أنها مهمة لدرجة بعيدة وغير مسموح فيها بالخطأ وغير مسموح فيها كمان حتى بالخروج من هذا الدور من فريق الأهل الليبي أيا كانت الحاجات اللي حتكون في المباراة نجومنا هم أكبر من أنهم يحاولوا ينصاعوا لمثل هذه الاستفزازات أو حتى ما يكون في مستوى يكون متويز بالنسبة للمريخ في هذه المواجهة زي ما قلت لك الأهم في مثل هذه المواجهة ما أنك تكد تقدم مستوى يكون عالمي فإنك مفروض تقدم نتيجة تكون مهمة تحملك إلى دور المجموعة التوقعاتي مؤكد المواجهة لدور المجموعات غير كده مؤكد أنه ما في السوداني بيقبل أن المريخ يجي من ليبيا وهو متحول لدور دوري الكمفدرالية أو حتى لبطولة الكمفدرالية المريخ بإذن الله تعالى متأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا حينتظر نتيجة المجموعات دي الرؤية بشكل عام بشكركم دايما على حسن المتابعة وإن شاء الله دايما تأمين والأمين شكرا لكم